مسلسل صعب ولكن كان ممتع جداً وأمتعونا كل الفنانين اللي قدموه وفي مقدمتهم طبعاً النجم طارق نطفي لنا برحباً أهلاً بيك يا ربنا خليفة خليفة أيها خليفة أيها خليفة وطبعاً معانا الأستاذ عبد الرحيم كمال كاتب ومؤلف القاهرة كابل وكان عنده زركش أنت كنت يعني ملعاً في رمضان السنة يا أستاذ عبد الرحيم أهلاً بحضرتك قل لي بقى يا خليفة كان صعب ألا كان سهل ألا إليه لا كان صعب جداً لأن الحقيقة أستاذ عبد الرحيم عمل حتى من الاسم بداية صعوبة الشخصية المسمى رمزي فرمز به لأكتر من شخصية كانت موجودة من رموز الإرهاب فابتدينا ندور حتى في التحضير على شكل مختلف لكل مرحلة من المراحل أو لكل رمز من الرموز الشخصية دي علشان نكون في الآخر الشيخ رمزي فابتدينا بنقربنا شوية لشكري في الشكل واللبس وبعدين بينا بن لادن وبعدين بينا بغدادي وبعدين في النص في حاجات كده وقعدين في الآخر خالص لما ختمنا بشكل لما أهل نفسه يبقى واحد من اللي جايين في الحكم الإسلامي فكانت شخصية صعبة جداً في تحضيرها الشخصية صعبة جداً لأن لما تفرجت على الماتيريال الأولي لكل الشخصيات دي لقيت فيه قاسم مشترك الناس دي ثبات مفعالي غير عادي قوة غير عادية إيمان باللي بيفعلوه بشكل ما حصلش ولكن هدوء نفسي ما حصلش تركيبة الشخصية كده خوفتني ولما تكلمت مع أستاذ عبد الرحيم الحقيقة إلي شوي قال لي حتى طيب مشهد المباعة طيب مشهد التمام بس لما كان بيتفرج الحقيقة كان بيبسطني جداً جداً رد فعله من هنا جات صعوبة الشخصية إنها مش شخصية عادية مش شخصية ممكن تقولي تاريخية لأن هم شخصيات كتير هي رمز وكلهم من نبع واحد فتلاقي كلهم عندهم سمات مشتركة بالذات القادة فيهم يعني عندهم سمات مشتركة زي الدهاء زي تقية زي الهدوء والثبات المفعالي زي ما قلت الحمد أستاذ عبد الرحيم كان اختيارك ولا اختيار المخرج حسام علي أستاذ طاريخ؟ لا كان بالإجماع بالإجماع شخصية رمزي بالذات يعني كان فيه إجماع أن الأستاذ طاريخ هو اللي يعملها ولا ثقة فيه هو حد مهم وحد غير النجم يعني موسل كبير وده شفناه بالدليل سواء هنا أو في الأعمال اللي قبل كده حد تقيله حد مهم فكان العمل بالشخصية دي صعب أو أن حد تاني يقوم بالدور ده هل كمان النطق اللغة العربية؟ النطق وشخصية الإرهابي أظن في هذا المسلسل أنها كانت مختلفة عن ما سبق تقديمه يعني للأسف كان الإرهابي بياخد شكل أكل شي شوية عامل زي الكفار اللي قبل الإسلام كده لا هم عندهم زكاء وعندهم موقف إنسانية جنب الشر المرعب هو اللي انحراف بيحصل في ميلي كده بس الميلي ده بيوصل في الآخر للقتل يوصل الإجرام فكان لازم منق آدم برده ما خفتش إنه في رمضان وقت يعني المسلسل تقيل يعني هو له صبغة اجتماعية طبعا ولكن هو صعب تقيل فيه كلامه تقيل يعني محتاج تركيز محتاج إن إحنا نفهم ما قلقتش إن ده يتعرض في رمضان قلت قلقت طبعا هو تقيل وخطر كمان وبعدين متكلم في عقائد ومفاهيم دينية صعبة بس كانت حلم من الأحلام أنا بأحلم به من عشر سنين من عشر سنين يعني في 2011 اللي كان عنده عشر سنين دلوقتي عنده عشرين سنة صحيح فعشان كده كان إن إحنا نوصل الحكاية بسلاسة وخلال أربع أطفال كانوا بيحلموا وحد منهم حلموا انحرف شوية من بيت واحد في السيدة زينب إزاي ده بقى الإرهابي وده بقى الإعلامي وده بقى مسؤول الأمن كان تجربة صعبة جدا عشان كده كان لازم بقى فيه تخفيف ما قال لك هده إيه بتكتب فيه رسميا سنة لكن الحلم من جوالي عشر سنين حقا تفوتك